أماني بوشاحي مستشارة رئيس منظمة الكومبرس العالمي لأمازيغي مصر ورئيس مركز مصر لسفة محلية القاهرة نسعيدة جداً نهاردة بمشاركتين في فعليات احتفاليات الدكرة الثالثة لترسيم الأمازيغية المغرب وأرى أن المغرب الحقيقة كانت سبقة في ترسيم الأمازيغية مصر تتبعت المرضوى التالية للمغرب نحن أيضاً في مصر الدستوري العالي يعترف في الثقافات المحلية فيما فيها الثقافة الأمازيغية وهو دستر لجميع الثقافات المحلية الموجودة في مصر إلى جانب طبعاً الثقافة رسلية ليستقرار مدال النص الدستوري ونص الملدة 50 ما زال طبعاً لم يفعل ونحن ننتظر البرلمان وإن شاء الله نتمنى يكون برلمان مدني من أجل تحويل المادة 50 إلى قوانين والتشريعات وبالتالي إلى أليات وتفعيل نازلت معركة نمقدمة إن شاء الله مع البرلمان نتمنى أن ننح فيها إن شاء الله تحنيئتي للمزيغ المغرب وهي نضالكم إلى أن وصلوا إلى هذه المرحلة ومازال إن شاء الله خطوات أخرى من أكتفين أكثر كلمة حولتي جنيت مدينة جميلة جميلة أنا عشقتها يعني ما شاهدت في الشارع يعني الطراز المعماري رائحة الهواء حتى الملامح الشوارع كل شيء فيها جميل جميل يعني درجة أنا بفكر باحتمال مقارنة مع القاهرة القاهرة مدينة مزدحمة يعني ذا حاجة معروفة مدينة مزدحمة جدا ومفظة بالسكان أما تزينيتي مدينة هادئة إلى حد كبير ومدينة يعني صغيرة ليس مدينة مليونية وهذا هو حال المدن الصغيرة بشكل عام ولكن أنا أحبها نظل الطابع الأمازيغي الوضعي جدا فيها شكرا شكرا